تتبنى الحكومة الجديدة برنامجاً لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الحكومة الجديدة تستهدف كذلك التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية توفير بيئة مشجعة وقوانين تنظيمية ملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية هذا ما تسعى إليه الدولة باعتباره أحد العوامل الحيوية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وفي هذا الإطار يأتي برنامج الحكومة الطموح الذي يستهدف تنفيذ استراتيجيات وتدابير محددة لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية تلك تشمل تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعد تحفيزها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ولذلك تعمل الحكومة جاهدة على خلق بيئة استثمارية جاذبة من شأنها حفظ رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز المستثمرين المحليين على التوسع في أعمالهم برنامج الحكومة يتضمن أيضاً مجموعة من المسارات المستهدفة تتمثل في تبني الدولة استراتيجية قومية للاستثمار منذ عام 2024 وحتى عام 2030 حيث تركز على تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للمستهدفات القومية للدولة والقطاعات ذات الإمكانات الأعلى وسريعة النمو والأقل حساسية للدورات والتقلبات الاقتصادية العالمية وكل ذلك من شأنه أن يقلل من التعرض للصدمات الخارجية الحكومة الجديدة تستهدف كذلك التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الذات الأولوية وعلى رأسها قطاع الصناعات التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات نقل التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية برنامج الحكومة يعمل أيضا على فتح قنوات اتصال بين المصريين بالخارج والجهات الحكومية ذات الصلة فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية هذا كله يأتي في ظل الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومية التي تهدف إلى تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية بصورة قوية ودعم توجهات المجتمع المدني والقطاع الخاصة نحو تحقيق ذلك